اشتركوا في القناة وإذا أساءوا استغفروا واشرح صدورنا بسعادة الإيمان أسعد الله حياتكم وألبسكم ثوب الصحة والسعادة ودوام العافية جمعة مباركة على الجميع طبعا القمر اليوم موجود في برج الجوزاء في ساعات متأخرة من هذا اليوم القمر رح يبدأ بمرحلة خلو مسار طبعا القمر موجود اليوم في منزلة الهنعة الآن موعد بث الحلقة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة 10 و54 دقيقة من مساء الليلة الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء وبما أن القمر موجود في برج الجوزاء معناته في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بأنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال وعلينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة رح تظهر على الساحة وهي زاوية إيجابية تثليث ما بين عطارد وما بين نبتن وهاي طبعا تأثيراتها من اليوم 11-11 ولغاية يوم 14-11 ذروتها يوم 12-11 في تمام الساعة 36.35 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بنصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اليوم آخر يوم لتأثيراتها وهي زاوية تربية سلبية بين عطارد وبين زحل وطبعا هاي اليوم آخر يوم لإلها هي السبب كانت بأنه صابتنا حالي من التشتت الفكري في الأيام الماضية وعدم التركيز وهذا الشيء صاحب علينا إيجاد حل بعض المسائل كما أنه ممكن هيك هاي زاوية تخلينا عصبيي المزاج ونرتكب الأخضاء ونتهور وهذا وقت غير صالح للشراكات وأهم شيء أنه بهذه الفترة أنه لا تعتمدوا على الحدس وخصوصا هذا اليوم لأنه آخر يوم لإلها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي تأثيراتها بتنتهي يوم الغد 12-11 طبعا تضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 26-11 هاي الزاوية بسببها بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنه ممكن يتناولوا أدوية بطريق الخطأ وبرضو بتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض الصفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو اضطرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية ما بين الشمس وما بين أورانوس وهاي برضو تأثيراتها لغاية يوم الغد 12-11 بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكترات للعواقب وهذا الشيء ممكن يخلي بعض الأبناء يتمردوا على أهاليهم غالبا بسبب هاي زاوية ما بتحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات وبالدل على تغييرات أو أزمة مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع اضربات أو اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة كما أنها بالدل على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وتاثراتها لغاية يوم 14-11 هاي زاوية بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب بتعذر علينا فهمه بالفترة الماضية وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفرية ضرورية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية التربيع السلبي المنفصل ما بين زحل وما بين أورانوس وهي تاثراتها لغاية يوم 16-11 هاي زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أو اليوم ذروتها عندنا أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهي طبعا رح تكون ذروتها ساعة 221 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تاثراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات العصر هاي الزاوية بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين الشمس وبين زحل وطبعا هاي اليوم ذروتها الساعة 8.3 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا تاثراتها مستمرة لغاية يوم 15-11 بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منها بذل جهد أكثر والتصميم والإرادة لتجاوزها وبالدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطع التعدين والمناجم وصناعات الثقيلة واضطرابات في بورص القيم وقلة اهتمام الحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وتضييق الخناق الأمني على الشعب وبرضو بيزيد نفوذ المحافظين والتطرف والتعصب لدى بعض الجماعات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين نيبتون وهاي طبعا دروتها الساعة عشرة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعة الصباح لغاية ساعة المساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وهي طبعا دروتها ساعة وحد وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكم بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو مواجهة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة ما قبل خلوق المسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون دروتها ساعة عشر وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعة العصر ولغاية صباح يوم السبت بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي بيبدأ في تمام الساعة عشر وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة اتناش واثنان وعشرين دقيقة من بعد منتصف ليل الجمعة على السبت لا يستقر القمر بعديها في برج السرطان هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية خلال هذا اليوم عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وانابيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وايضا جهاز الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل بالنسبة لهذا اليوم يوصى باجراء العمليات الجراحية ما في اي مشاكل دون الاعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح ايضا لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدة بعمر 17 يوم في تمام ساعة 43 دقيقة عصرا بصير عمره 18 يوم نسبة الاضاءة بتصير 80% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيد بنسبة 70% القمر في الجوزاء حتى يوم 12-11 منتحس الان بنسبة 25% في ساعة الصباح بصير منتحس بنسبة 50% في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 75% عطارت في العقرب حتى يوم 17-11 سعيد الان هو بنسبة 30% ولكن في ساعة العصر بترتفع نسبة السعادة إلى 60% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وأبلوته في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل أيضا اليوم عندك نشاط عالي جدا بالاتصالات والسفريات القصيرة والتنقلات وبطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وعدم العصابية وبتكثر الزيارات والتنقلات عندك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنك تتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات مالية أهم شيء أنك تتجنب نزوات التسوق أو الهروب من الواقع بصرف الفلوس وبرضو بتكون تحذروا من تهديد الاستقرار المالي اللي ممكن يصيبك بعض التقلبات بالوضع المالي أو تنشغل بمسائل مالية متنوعة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا أنتوا عندكوا قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها أو ممكن تلمس انفراج بمسألة ما أو ترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ خلال هذا اليوم بتواجه الوقائع بمنطق وعزيمة وتتلقى جواب في هاي الفترة عن مسألة كانت من أرقيتك هاي الفترة تتوضح لك بعض الأمور بانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا آخر يوم متعب بالنسبة لإلكم لأن القمر ما زال موجود في الجوزاء وفي ساعات منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بنتقل وبيصير عندكم فاليوم بينا للتعب منكم لليوم الثاني على التوالي أهم الشنكو تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا كثير لغذائكم مراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات واخذ قسط من الراحة لأنه ممكن تعيش لحظات صعبة وحاذروا من الفشل والالتباس أو التراجع الصحي برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وتعتبر هاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو لتأييد أحدهم لإلك أهم شيء أنك حاول أنك تنجز عملك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل أحدهم وحاول أنك تستشير أهل الإختصاص اليوم تطمئن مخاوفك وبتفرح لحمل التأييد أو دعم لقضيتك أهم شيء أنك ما تستسلم بل تفاءل بالخير أهم شيء أنه في ساعة المساء بدك تضبط أعصابك برج العذرة بالنسبة لما أوليد برج العذرة طبعا اليوم تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاولوا أن تقدموا أفضل ما لديكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ وبدك تكونوا على قدر المسئولية وما تترددوا بطلب رأي أو مساعدة أحدهم ودعها خجلك جانبا وعبر عن آراءك بثقة وجراءة وحاول أنك تتجنب الكلام القارص ومخالفة القوانين برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعا اللي بدي تقدم لامتحان أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد وتعتبر هاي فترة حافلة بالنشاطات وحاولوا أنك تبحثوا عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما وبتكثر عندك الإنشغالات وخصوصا الإدارية وبتك تحاذروا اليوم من بعض التقلبات الصحية برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب ادخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وسارعوا إلى ترتيب أوراقكم وملفاتكم ممكن تحتاجوا لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة أهمش أنك ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي ولكن تعتبر هاي فترة صعبة بتثقل خلال هالهموم المسؤوليات لأن القمر موجود مقابلك تماما فممكن تعيش لحظات صعبة ومحرجة أو تعاكسك الظروف أو تظهر بعض المعاكسات الكبيرة وتعتبر هاي فترة صعبة لا تخالف فيها القوانين ولا تعصب ولا تكون ساخر من أحد في ساعة المساء بتبلش تختلف الأمور لصالحك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بدكوا تواصلوا ما بداتم به من عمل سابق وتنتبهوا لصحتكم وحاذروا من التراجع الصحي وباكروا لعملكم واتركوا مساحة الغير للتحرق باستطاعتكم حسم الأمور لصالحكم أو اتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعدين لذلك أهم شيء لا تفرض سلطتك على زملائك بالعمل ولا تخالف نظام العمل عندك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبياً تعتبر هاي فترة ممكن تعيش فيها فرحة أو نجاح يعني يوم بالنسبة لإلك يوم إيجابي ولكن ممكن تضطر لمساعدة أحد الأولاد أو أحبائك وبفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك يعني الأجواء داعم لإلك بشكل قوي اليوم ممكن تتمارس هواية أو حتى ترفع عن نفسك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة اليوم التركيز كله على الأمور العائلية وممكن تخصص وقت لعائلتك أو لشؤونك الخاصة أهم شيء أنك ما تتسرع في الحكم على الأمور وعلى الأشخاص وممكن يصير فيه سوء تفاهم بينك وبين بعض الأشخاص أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك ممكن تظهر بعض الأعطال أو الأحداث العائلية اللي تلفت نظرك وتهتم فيها بشكل أكبر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر